بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع لواحدة السادسة أعداد الموازنة الاستثمارية مثال 2 تفكر شركة السلام في شراء ماكين التغليف أوتوماتيكية يترطب عليها إلغاء التغليف اليدوي وتحقيق صافي وفراط نقضية غير متساوية تقريبا نفس المثال 1 ولكن هنا المثال 1 كانت تضفق سابت سنويا المرادة التفقات غير متساوية كما يلي للسنوات الخمسة 18 ألف 12 ألف 10 ألف 5 ألف 5 ألف 5 ألف وليس للمكينة في نهاية عمراء الانتاج والمقدر بخامس سنوات قيمة تخريدية فإذا علمت أن سعر شراء المكينة 32 ألف ريال ويغضع الشراء لضريبة مبعات 4% هذا ويتطلب التغليف اليدوي تعديل التغذية الكهربائية بتكلفة 242 ريال وتكلفة رأس المال 12% المطلوب تقييم إمكانية قبول أو رفض المشروع الاستثماري باستخدام طريقة صاف القيمة الحالية علما بأن معامل القيمة الحالية بتكلفة رأس المال اللي هو 12% هو فاصل تمانية تسعة تلاتة دي للسنة الأولى ومعامل للسنة التانية فاصل سبعة تسعة سبعة تلتة فاصل سبعة واحد اتنين الرابعة فاصل ستة تلاتة خمسة والخمسة فاصل خمسة ستة سبعة طالما أن التطفق ما كانش منتظم يبا لازم اديك معامل قيمة الحالية لكل سنة على حدة وبيكون اقل تلاحظ كده ان بيكون اقل من واحد صحيح طيب حل مسال اتنين التطفقات النقدية الدخلة على التوالكات 18000 12000 1050000 دي غير منتظمة أو متساوية يبا غير منتظمة أو ايه متساوية مش هي منتظمة ولا هي متساوية التطفقات النقدية الخارجها تكلفة للسنة نفس اللي ايه حسبناها في المسال واحد اللي اتنين وتلاتين اللي هو سمن الشراء باجمع عليه ضريبة المبيعات اللي هي اللي اتنين وتلاتين ألف أربعة في المية واجمع لها بمتين اتنين واربين اللي هي تكلفة التعديل تطلع تلاتة وتلاتين في خمسة ومية اتنين وعشرين ببدأ اعرض البيانات في الجدوة للتالي عندي السنة الاولى والتانية والتالتة والرابعة الخمسة للخمس سنوات قد تطفقات النقدية اللي هي كانت معطى في كل سنة ومعامل قيمة الحالية عند اتناشر في المية كان معطى لكل سنة برضو ده كان معطى لكل سنة ابدأ بأمس كل سنة على حدة السنة الاولى جايلة تطفقات تمنتاشر ألف ومعامل قيمة الحالية فاصل تمانية تسعة تلاتة حاصل ضربهم يبقى اضرب ده في ده يطلع لي ستعاشر الف اربعة وسبعين في السنة التانية الاثناشر الف هضربه في فاصل سبعة تسعة سبعة هتساوي تسعة تلاف خمسمية اربعة وستين في السنة التالتة العشر تلاف اضربه في فاصل سبعة واحد اتنين هتساوي سبعة تلاف مية وعشرين في السنة الرابعة خمس تلاف هضربه معامل قيمة الحالية فاصل ستة تلاتة خمسة هتساوي تلات تلاف مية خمسة وسبعين في السنة الخامسة الخمس تلاف في فاصل خمسة ستة سبعة هتساوي الفين تمنمية خمسة وتلاتين وابدأ أجمع القيمة الحالية للسنوات الخامس المجموع سيطلع لي الرقم هذا هذا القيمة الحالية لتفقات الدخلة تطلع 38768 أطرح منها القيمة الحالية لتفقات الخارجة التي هي تكلفة الإستثمار التي حسبناها 33522 الفرق بين الاتنين دولت يطلع 5246 مجب يبقى صعف الخيمة الحالية بالموجب لذا يقبل المشروع لو كان طلع بالسالب كنا نرفض المشروع